السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طاهر أبو زيد وده الفيديو رقم اثنين في المستوى التالت مستر جريي traveled a lot on business طبعا on business يعني في الشغل يعني طبع الشغل he sold machines يعني آلات آليات مكان of various kinds يعني من أنواع متنوعة يعني من أنواع عديدة various عديد ومتنوعة two farmers للمزارعين أو الفلاحين it was not really a very exciting job مكانتش يعني حقا وظيفة مثيرة أوي but mr gray had always been interested in farming يعني طول عمره مهتم بالزراع and he was quite satisfied يعني إلى حد ما راضي with his life يعني راضي بحياته كلام جميل جدا نروح بقى للفقرة الثانية ده بنسميه في الreading paragraph two الفقرة الثانية he had a big car كان عنده عربية كبيرة and usually enjoyed driving it وعادة ما كان بيستمتع بأنه بيسؤها long distances يعني مسافات طويلة but he was quite satisfied بس هو راضي إلى هد ما satisfied يعني راضي to go by train sometimes إنه يذهب بواسطة القطار sometimes يعني أحيانا to أيضا بتيجي في آخر القوم especially يعني خاصة when the weather was bad خاصة لو التقصي كان إيه سعي he was a little frightened a little يعني قليلا frightened يعني خائف يبقى خائف يعني إلى حد ما كده أو قليلا خائف he was a little frightened هو كان خائف قليلا of driving in rain or snow كان بيخافي لو في مطر أو ثلج and it was less tiring to sit comfortably ده الحال من كلمة comfortable لو مريح هنا بشكل مريح و sit يعني تجلس تمام يبقى بيقولك إنه كان أقل في التعب والإرهاق إنه أنت تجلس براحة كده in a train في قطار and look out of the window وتبص من النافذة without being worried إنه أنت تبقى أشأل آن بدون أن تكون قلقا without بيقى بعدها غينجي أو اسم being worried إنه أنت تكون قلق about how one how one was going to get to the next place يعني كيف المرأة أو الشخص أو الواحد سوف يصل إلى the next place المكان التالي أو اللي جاي يعني one of Mr. Gray's problems واحدة من المشاكل Mr. Gray was often أو often اللي تنصح where to to stay when he reached some small place in the country يبقى واحدة من المشاكل بتاعته إنه هو كان هيعط فيه لما يصل إلى الأماكن الصغيرة اللي هو بيروحه في الريف in the country he did he did not expect great comfort ما كانش متوقع راحة كبيرة يعني and comfort يعني راحة هنا اسم and wonderful food وطعن بقى رائع وعظيم لا but he found it annoying وقد الأمر مزعج when he was given a cold room غرفة باردة and there was not no hot water there was no hot water ما كانش فيه مياه سخنة or good food أو طعام جايد after a long and tiring day بعد يوم طويل ومرهق أو ومتعب ندخل على الفقرة اللي بعده late one winter evening لاحقا بعدها في أمسية متأخرة في الشتاء Mr. Gray arrived at arrived أخذ at لهم كان صغير a small railway station يعني وصل في محط قطار صغيرة the journey by train that day had not been at all interesting يعني الرحلة بالقطار في ذلك اليوم مكانت على الإطلاق مشوق أو ممتعة يبقى يبقى Gray كان تعبان وسائعان يعني سائعان وتعبان وجعان مصطلح مهم جدا look forward to معناها تطلع إلى بيجي بعدها ing أو اسم تيجي تقولي فينه الاسم كل ده صفة ميل وجبة يبقى وجبة بسيطة بس مرضية يعني مرضي يعني بجوار مدفأ أصدق بهدفة يعني إلا هو عشان هم كانوا بيحط حط وخشب عشان يولعوا نار عشان يدفوا فدي اسمها مدفأ أو نار يعني عادي يعني شغالة فيها نار ومشرقة بتطلع نور كده معنى أن فيها نور كتير معنى أن فيها نار كتير المهم بتدفي يعني دفايا جميل جدا وبينما هو كان ماشي إلى المكان اللي بيقى في التاكسي ما هو التاكسي لأماكن معينة يوقفيها مش لازم يوقفيها يتكري وخلاص فالمنطقة بتاكسي اسمها منطقة التاكسي هو قال لراجل معناها محلي يعني محلي من المكان ده يعني من ساكنين المكان اللي هو فيه حاليا اللي هو أيضا كان ماشي إلى المكان بتاعة التاكسي اللي بيقر منه تاكسي أو بيركب منه تاكسي يعني لأن هذا أول زيارة لي لهذا الجزء من رفا أو المدينة أو البلد يعني على عقلة من أمره يعني مستعقل يعني أنا عايز أكتشف وأعرف عن الفنادق قبل ما روح للبيت عندكم كم قوتيل هنا أصدق لما يجي المرة جاي ما روحش للقوتيل الوحش اللي هو راح وده الرجل اللي من البلد دي قال له أو المدينة دي قال له بصراح احنا عندنا اتنين طب أنهم اللي اتنين انت تنصح ني ان انا روح له Mr. Gray asked then Mr. Gray سأل The local man scratched his head scratch معنا يحك يهرش قعد يهرش في دماغ وكده for a few moments يعني بيفكر يعني and then answered فاكرين يعني answered يجي صح well it's like this بص يا حسنا الامر كذلك يعني كما هو الآتي بص كلا اسمع which other one you go to يعني which other يعني اي هما you go to اي واحد فيهما هتروح له you will be sorry you didn't go to the other هتبقى بتشعر بالأسف ان انت مروحتش للتاني يعني لو رحت للأولاني هتقول يا ريتني روح للتاني لو رحت للتاني هتقول يا ريتني رحت للأولاني ازن معنى الكلام ده كله ان الاتنين وحشي يعني مش هتفرق طيب حل الاسئلة دي الله وهتكون اللي جابت ان شاء الله في التعليق من واحد لخمسة هومات وقف الفيديو دلوقتي وحل والناس اللي بتتكسم ما بتحلش مش هارف عمل فيكم من كل لا 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 خلاص انا مسامحكم بالسحل يعني اسئلة سهلها لفكرة خالص يعني فاحلها بسرعة والاجابة تحت وده من ستة العشر بكده انكم خلصنا الفيديو رقم اتنين في المستوى التالت اشوفكم قريبا في الفيديو رقم تلاتة سلام عليكم